ذن حسنة أي شيء أحدثه المسلمون واعتبروه شيئا حسنا لأنه يوافق قواعد الاستحباب بما أنه يوافق قواعد الاستحباب فهو شيء حسن إذا نظرت إلى ما يفعل في الموالد تجد أنهم يقرؤون القرآن وقراءة القرآن شيء أمر الله عز وجل به فاقرأوا ما تيسر لكم منه ويقرؤون شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصل في يوم ولادته وما رأت أمه من العجائب والغرائب وهذا شيء يحملنا على مزيد تمسك بنبينا عليه الصلاة والسلام لكون هذه الأمور الغريبة خارقة للعادة التي حصلت في يوم ولادته تدل على أن له شأنا عند الله عز وجل وما أحوجنا نحن اليوم إلى أن نتذاكر سيرته عليه الصلاة والسلام حتى تتثبت قلوبنا على دينه ونهجه إذا نظرت في آيات كتاب الله تجد أن الله عز وجل قال في القرآن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وهذه الآية نزلت في حق نبينا عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية أنه قص على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما حصل مع نوح وقومه ما حصل مع إبراهيم وقومه ما حصل مع موسى وقومه لماذا قال لنثبت به فؤادك فإذا كان فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ثبته الله عز وجل بذكر قصص هؤلاء الأنبياء فماذا يقول الضعاف من مثلي نحتاج إلى أن نثبت إيماننا ويقيننا برسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر سيرته وخصاله وأفعاله ثم يفعل في المولد أنه يكثر ذكر الصلاة والسلام عليه كل ما ذكر وأمر الصلاة والسلام عليه شيء ندبنا الله عز وجل إليه في القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالصلاة عليه والسلام عليه أمر مطلوب وما يؤدي إلى المطلوب فهو مطلوب ترجمة نانسي قنقر